اشتركوا في القناة عقل مفكر بين اللعبين التمريرات كلها تقريبا مغطوعة ما فيش جملة واحدة اتعاملت بشكل جيد وتستطيع ان تقول انها لعبة متفق عليها في حماس انا شايفه يعني مش في مصلحة الفريق يلعب بالحماس الزائد يعني محتاج لهدوء في الاستلام هدوء في التمرير هدوء في التصرف والتخاذ القرار حتى عندما اتيحت لنا فرصة في ضربة الجزاء يعني انا مش عارف هل هناك اتفاق على لعب معين يلعب ضربات الجزاء ولا هي على الكيف مثلا واحد يروح يقض الكورة يبهو اكيد في تمتيب دول الفني مرتب المفروض يكون مرتب رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة انا لغاية ما دخل عشور انا مش عارف مين اللي هيشوت يعني واضح ان فيه تشاور او مفيش اتفاق على هذه اللحظة عن متن يعني الفريق لم يقد الشوت الاول كما يجب يحتاج الى صانع العاب اعتقد انه نزول افشة في هذا التوقيت المبكر يستطيع انه هو يعيد توازن والسيطرة على المباراة وبالتالي ظهور الاهل بالمستوى المعروف عنه لانه ده مش مستوى الاهل اللي احنا متعودين عليه وربما تكون هناك بعض الاعزار ما تيجي التوقف الدوري والمباراة الدولية وصم التجمع مرة اخرى ده شيء طبيعي بموجود يعني بعد كل توقف بيحصل الهزة دي لكن ممكن الاهل يعني باقل مجهود في الشوت التاني بتركيز وبسيطرة وبقيادة حكيمة يستطيع ان هو ينهي المباراة وربما يسجل هدف او هدفين يخرج جمعا من الهزة المباراة